بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامجكم أعلام مالكية علم هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هو العالم المالكي الكبير المصلح المجدد أبو إسحاق الشاطبي فمن هو الإمام الشاطبي وما أهم ما يميزه ويميز عصره وما هي جهوده وإسهاماته في إحياء النهضة الفقهية المالكية في عصره وما هو منهجه في إدراك مقاصد الشريعة هذا وغيره ما سنعرفه أيها السادة والسيدات ومع فضيلة الأستاذ الكريم سدي عبد الله قرزام أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة وعضو المجلس العلمي المحلي لمدينتي إنزقان وأيتملول فضيلة الأستاذ مرحبا بكم شكرا أستاذ طيب مرحبا حفظكم الله إذا وقفنا في بداية هذه الحلقة أستاذ الفاضل عند التعريف الموجز للإمام الشاطبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في بداية أشكر لكم هذه الدعوة طيبة بارك الله وأشيد ببرنامجكم أعلام مالكية وجهودكم وجهود قناة السادس التعريف بهؤلاء الأعلام وبالمذهب المالكي وصولا وفورا بارك الله فيكم بخصوص العالم الذي اقترحتم الحديث عنه في هذه الحصة وهو عالم كبير أينما جئنا إليه فإن التعبير لن يسعفنا بإعطاء حقه للملاحظات الآتية أولا هو عالم شحت فيه المعلومات بترجمته رغم نبوغه ووصوله إلى درجة الاجتهاد بعض يعتبره مجتهدا مطلقا ثانيا عاش في فترة زمنية عصيبة انحضرت فيه وآلت فيه الحضارة الأندلسية إلى السقوط حيث في عصر الإمام الشاطبي لم تعيش الأندلس في ظل الإسلام سوى قرن أو ما يزيد عنه بقليل من الزمن مع العلم أنه حتى في هذه الفترة التي عاش فيها الإمام الشاطبي كانت شبه ولاية تابعة لقشتالة الإبريا النصرانية وكانت الأندلس خصوصا إمارة غرناطا لأن جميع إمارات الأندلس سقطت وقتائدين فبقيت فقط إمارة غرناطا التي عاش فيها وقد فيها إمامنا حياته كاملة هل يكون ذلك فضلت أستاذ سبب شح المعلومات حوله؟ سأتحدث عن ذلك فيما بعده فيما ذهب إليه بعض الباحثين لأن هذا أتار استغراب كثير من الدارسين وخصوصا محققين لتراث الإمام الشاطبي واستغربوا أتار هذا السؤال كيف بعالم هذا حيوه وهذه منزلته أن تشح فيه المعلومات ووصلت في أقصى حد لها عند بعض خصوصا عند أحد العلماء الأفارقة التنبكتي أحمد بابا أحمد بابا في كتابيه لم تتجاوز خمس صفحات في حين حتى بعض تلاميذه المباشرين وجدوا لهم بضعة أسطر عن هذا الشيخ وهذا الإمام الجليل سبحان الله أين نشأ فضيلة الأستاذ في الأندلس؟ من بين المسائل أو المواطن التي لم يصلت عليها الضوء وهو هل الإمام الشاطبي ولد بغارناطا؟ وخصوصا أنه ينسب إلى شاطبة وشاطبة ليست هي غارناطا لأنه في اسمه ونسابيه هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغارناطي الشاطبي إذن فنسب إلى المدينتين جمهور الدارسين والباحثين ذهبوا إلى أنه نشأ بغارناطا لكن وجدت إشارة في بعض الكتب أنه قادمة تحدثوا عن الإمام الشاطبي ولكم تحدثوا عنه فيما آل إليه أمره من بعد لما قادم رجل وسموه إمام الشاطبي فاستوقفتهم هذه كلمة قادمة بمعنى أنه لم يولد في غارناطا ولكن الراجح لدى المحققين أنه ولد بغارناطا إذن أسرته هي التي هاجرت من شاطبة إلى غارناطا بعد أن جاءت أسرته القديمة من الجزيرة العربية من هنا جاء اللخمي نعم اللخمي هنا من القحطانيين في جنوب الجزيرة العربية إذن ولد إمام أحتا كنيته أو أبو إسحاق إنما تكهن بها البعض باستقراء أن كل من اسمه إبراهيم يدعى أبو إسحاق وإلا فهو لم يكني نفسه بأبي إسحاق ولو جدا بخطه وبكتابته أنه أبو إسحاق إذن شاطب يولد على أرجح التقديرات بغارناطا وبها قد ضحياته ولم يغادرها قط لم يرحل لم يرحل قط حتى للحج اكتفى يعني دليل ذلك أنه اكتفى بعلماء المنطقة ذلك أنه وربط الرحلة في غالب الأمر أنها تكون لطالب العلم والعلم أتاه هو إلى غارناطا أبرز علماء العصر في ذلك الزمن كانوا يأتون غارناطا باعتبارها الإمارة الوحيدة التي بقيت في الأندلس ولذلك يشد علماء الشرقي وشمال إفريقيا والغرب الإسلامي في هذه الأقطار جنوب البحر الأبيض المتوسط للأخذ عن علماء غارناطا كانت الأمور من قبل فضيلة الأستاذ أن أهل المغرب يذهبون إلى المشرق يرحلون من أجل العلم هنا انعكست الآية لهذا السبب أولا ثم لسبب ثاني النشاط بليس من ذلك النوع الذي يريد شهرة لأن البعض حينما يريد أن تكون له شهرة لابد أن يرحل إلى المشرق ولا يكتفي بالحجاز عند أداء مناسك الحجب يمرون بمصر ثم الحجاز ثم يمرون إلى العراق وأغلب علماء الأندلس مروا بهذه المناطق لكن الإمام الشاطبي وهذا ما كدته التراجم التي ترجمت له أنه لم يغادر قط غارناطا الملاحظة الثانية أن من بين المعلومات التي لم تذكر عن الشاطبي أنه لم يذكر له أولاد ولم يذكر له أنه تزوج أو له أولاد وهذا هدية الغرابة في ترجمة الرجل أن لا يعرف هل هو متزوج وله أولاد والغالب أنه ليس لم يترك أولادا هل عرف من أسرة علمية فضيرة نعم حذر من شاطب علماء كتر لكن في أسرته بالضبط ليست هناك أخبار تؤكد ذلك ولكنه في كل أحيان أن محيطه محيط علم لا شك أن له السبب أو أسئلة التي طرحها بعض المحققين التي تطرح غالبا عندما لا يذكر رجل ما وعالم ما في كتب التراجب ربما لعلاقته بالسلطة ولكن حتى من ترجم له لم يتير هذا الموضوع خصوصا أنه أسندت لهم مهمة الإمامة والخطابة ولكن الوظائف الأخرى السياسية لم ينخرط فيها والرجل متعاطف مع حاكم هذه الإمارة في عصره وأكثر من هذا أنه قوى وأفتى بجواز أخذ الضرائب بالإضافة إلى الزكاة لإنقاذ الإسلام في هذا البلد وهو مند به السلطان يعني أمير غرناتا وقتائدين وكانت فتوى الشاطبي مساندا مسافة في هذا الجانب مما يعني أنه ليس له مشكل مع السلطة البعض أعز ذلك إلى نوع الاجتهاد وهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد هو الجديد الذي جاء به الإمام الشاطبي حيث أنه خالف عرف زمانه وخالف حتى شيخه في كثير من الأمور ذكرتم شيخه هناك يعني عرفوا عرفت بعضه شيخه نعم دكر أبرز علماء الأندلس الذين عرفوا بعلمهم واجتهادهم في زمنه يذكر منهم ابن الفخار البيري وهذا هو الذي أخذ عنه ختم على يديه القرآن بالقراءات السبع وأخذ عنه علوم اللغة العربية كذلك ابن لب أبو سعيد ابن لب هذا معروف في الأندلس وهو خطيب جامع غرنات الكبير ابن لب هذا أخذ عنه بعض العلوم في اللغة العربية ومسائل فقهية كذلك نذكره من بين المقاري مثلا الجد أبو عبد الله محمد المقاري أخذ كذلك عن علماء المغرب الذين يرحلون إلى الأندلس خصوصا من تليمسان أبو علي الزواوي وشريف تليمساني وهما علمان كبيرا وابن مرزوق أيضا هؤلاء الأعلام الثلاثة في سيطهم وذكرهم لنعلم مكانتهم ومكانت هؤلاء العلماء ومكانت تلاميذتهم ومنهم الإمام الشاطبي وأخذ عنهم أصول الفقه خصوصا عن الزواوي والشريف التليمساني إذن تأثر أكثر بالإمام الزواوي تأثر أكثر بهذين العالمين أخيرا في مجال أصول الفقه الذي اجدد فيه الإمام الشاطبي واسعفه ذلك التكوين اللغوي المتين الذي أخذه عن ابن الفخار والشقوري وغيرهم ممن أخذ عنهم من علماء لأنه في طراج متأخرين كل من أخذ عنه الشاطبي ولو سمع منه يعتبرونه شيخان كما حدث في كتابه الإفادات والإنشادات هذا الكتاب يمكن أن نعبر عنه كأنه كشكول في فنون وعلوم وفيه ظرفة وفيه ملح علمية وفيه كده يبين موسوعية أرجونا أخذت عنه سمعت من فلان فسموا كل هؤلاء شيخا لكن التابت ممن أخذ عنهم وجلس إليهم كثيرا ابن اللوب وابن الفخار وشرف التليمساني والزواوي والمقاري استفاد منه حتى في مجال المقاصد خصوصا في القواعد الفقهية التي أشار المقاري إلى جملة من قواعد المقاصد وقضايا المقاصد في هذا الكتاب إذا وقفنا قليلا فضيلة الأستاذ عند جهوده في إحياء النهضة الفقهية في عصره فضيلة الأستاذ نعم الشاطبي عرف منذ نعومة أظفاره وهو ما حكاه عنه بعض شيوخه أن الرجل له طموح في الإصلاح له طموح في الإصلاح منذ صغاره ولذلك لا يقتنع بالعلم بالقشور ولا يقتنع بالنقل والحكاية للعلوم ولا يقتنع بالتقليد بل أراد أن يأخذ العلم من منابيعه الصافية ومن إمامه الأكبر رأسا درجة أنه كما ذكر بعض المؤمنهم ابن خلدون لنسيت أن نشير إلى هؤلاء العلام الكبار أيضا في زمانه ابن خلدون وابن عرفة وأبو العباس القباب كانت بينه وبينهم رسائل ومناقشات علمية كانوا في عصر واحد نعم في عصر واحد ابن خلدون يتحدث عن الشاطبي بأنه وصف بعض العلماء المتأخرين في المذهب بأنهم أفسدوا الفقه وذكر يعني حين اشتغلوا بالفروع بلغوا في الفروع وناسوا الأصول وعزاه وما آل إليه وضعه الإسلام في الأندلس وفي العالم الإسلامي عموما إلى الانشغال بقضايا الجزئية والتفريع عنها وتركوا القضايا الأصلية وهذا منهج المصلحين في كل زمان عندما يعيدون النظر فأراد أن يعيد النظر إلى الاجتهاد في الفقه من خلال بنائه على أصول يقينية وقطعية والذين تحدثوا عن تطور تاريخ علم الأصول وقفوا عند مرحلة الشاطبي باعتبارها مرحلة مفصالية هل تأتى له ذلك فضلت أستاذ؟ نعم هل تأتى له ذلك؟ للشاطبي؟ نعم أو سنرى ذلك من خلال الموافقات قد جدد فيه الأصول تجديدا لم يسبق إليه حتى قضي المقاصد التي يتحدث عن أن هناك من سبقه في هذا هي مجرد أفكار مجرد نقاش الشاطبي أعاد صياغة علم الأصول الفقه ممزوجا بالمقاصد والفقه ممزوج بالمقاصد بل حتى المواضع التي كتب فيها تجد في هذا الحس وهذه الروح المقاصد يتسري في الكتاب من أوله إلى آخره كل هذا نشدنا منه لليقين لإكساب اليقين للقضايا العلمية التي اكتسبها الإنسان فهو لا يرضى حيث منهجه أن يأخذ العلم إلا من عالم محقق وأن يأخذه منه مشافهة ثم أن يأخذ بما يعلم أن يكون مطبقا لعلمه وصادرا عن ما يلزم عن هذا العلم ثم أن يكون قادرا على التعبير عن هذا العلم لو أردنا أن نطبق هذه المقاييس على كثير لما تأتلهم ذلك إذن الشاطبي انتقى وغربل المعرفة الإسلامية في كل من مناحي ووضعها مكانا فلذلك الشاطبي رحمه الله كان كما قلت ينشد بناء صرح الفقه أو العلم الإسلامي بناء يطمأن إليه فلذلك هو الذي مال إلى إقامة دليل الكليات قبل الجزئيات عادت الاعتبار للدليل الشرعي ثم الجانب العقلي في الاستدلال مزج بين العقل والنقل ثم تبنى منهج الاستقراء تعلمون أن منهج الاستقراء الذي أخذ به المناطقة من قبله كان هو الذي يركان إليه في اليقين بالعلم منهج الاستقراء تتبعه الشاطبي في قراءة نص الكتاب ونص السنة ثم عرض عليهما بعد ذلك اجدهادة الفقهة من ندن الإمام مالك ثم هذه النقطة أخرى بها ارتباط بمذهبه الفقه ومذهب الإمام مالك من بين الأمور التي قد تكون سبب في عدم إلى هذه الشخصية ما تستحق على الأقل بالترجمة هو أنه أخذ بالراجح والمشهور في المدهب المالك في وقت في زمن كان لا يؤخذ فيها إلا بالضعيف ونحن نعلم أن الأخذ بالقول الضعيف في المدهب كان هو وديدا الفقهة في زمن الاستضعاف وعصر الشاطبي كان زمن الاستضعاف من الناحية السياسية فهو أبا إلا أن يتمسك بالدليل قوي من مدهب الإمام مالك ولذلك لم يرى فائدة من الاشتغال بكتب ابن شاس وسمهم ابن شاس مثلا وابن بشير الذين وصفهم بأنهم أفسدوا الفقه واحتبن الحاجب في مختصره الفرعي قال هؤلاء أفسدوا الفقه يعني لا يؤمن الرجل بالمختصرات هو يرى أن هذا ليس هو الذي ينبغي أن يشتغل به الفقهة فقهة كبار يعترف لهم بمكانتهم ولكن انشغالهم بهذا الفقه كما نناقش وننتقد وضع كثير من في زماننا أنه أولى بالفقه أن يشتغل بما نعم بنهضة الأمة وبهموم الأمة أكثر منه تيما بمسائل جزئية هي مقبولة على كل حال تجد لها توجيها فقهيا ولكن تترك قضايا من حجم الذي ناقشه الشاطبي خصوصا على مستوى الإصلاح الطربوي فقد أولاه ما يستحق منه بالنسبة للفقه المالكي استفاد من هذه النظرة فضيلة الأستاذ؟ الفقه المالكي هو الذي اشتغل عليه له فالشاطاء الشاطبي لو أنه ألف كتابا فقيا وستطعنا أن نحصره في زمن معين بعد خصوصا تأليفه للموافقات مثلا لكان ذلك ممكن أن ننظر إلى أي درجة عكس الأصول على الفقه ولكن للأسف ما نقل عنه من الفتوى إنما جمعها أحد المتأخذ أحد علماء المعاصرين أبو الأجفال فجمع هذه الفتوى من كتب ومن أقوال علماء آخرين وخصاصا من المعيار الوانشاريسي ومنه استقيت مجموعة من المعلومات حول الرجل من معيار الوانشاريسي وهو الذي أشار أيضا إلى هذه القضية أنه أشار إلى بعض علماء المذهب بكلام خشن الذي ذكرته فاعتمد أبو الأجفان على هذه المصادر وأخرج لنا هذه الفتوى هذه الفتوى فيها ما هو قديم منذ كان الشاطبي في رعان شبابه منها ما صدر عنه في وقت متأخر فعدم وجود معلومة مضبوطة نضبط بها متى صدرت عنه هذه الفتوى هل قبل تأليف الموافقات أم بعده والذي جعلنا لن نستطيع أن نجزم بهذه القضية لكن كل ما في الأمر عندما يمكن أن نتحدث عن الإجدهاد وخدمة الشاطبي للمذهب يمكن أن نتحدث عنه في نقاط أولا أولا أعاد للمذهب الإمام أقص لأن هناك فرق بين الإمام مالك وبين المذهب المالكي المذهب المالكي يشمل ما قاله الإمام وما قاله تلميذته من بعده حتى مما لا يمكن نسبته إلى الإمام مالك هذا معروف عند الباحثين الدارسين لكن هو ذهب إلى الأصول التي تميز بها مذهب المالكي وناصر نعم منها مثلا مصلحة نحن نعلم أن مذهب الإمام مالك قائم أساسا على المصلحة وفقه المصلحة تميزت به مدرسة الحجاز من لدن عصر التابعين وجاء الإمام مالك وأعطاه بعدا كبيرا فأخذ بالقياس المصلحي وأخذ بالقياس العام في مقابل قياس العين الذي أخذوا به العراقيون في زمان تلميذة الإمام حنيفة ومن بعدهم كذلك دليل سد الدرائع قضية سد الدرائع نحن علمنا كثير من القضايا الفقهية والاجتهادات الفقهية تأسست على هذا الدليل أو هذه القاعدة الشاطب ارتقى بهذا الدليل إلى أن يصبح منفذا للحديد عن قطعيات في الدين لأنه حينما احتفى بمنهجه المقاصد وقاعدة سد الدرائع قاعدة مهمة في مقاصد الشارع إذ ترتبط بعلاقة الوسيلة بالمقصد فسواء بفتحها أو سدها إنما ندور حول الفكر المقاصد في فهم الفقه وفي فهم نصوص الكتاب والسنة قبل ذلك فالشاطي بعض الاعتبار لهذه القاعدة وتحدث عنها كثيرا في الموافقات في مبحثه المقاصد في كتاب المقاصد تحدث عن قاعدة سد الدرائع وفيما يقابلها من باب الحيال باعتبار أننا نتصدى لكتيم الحيال التي لا ينبغي أن تنطلي على إنسان ورع يعني يخلص في عبادته لربه أن يتعاطى هذه الحيال فوجههم بما وجه به الإمام المالك وتلامدته من بعده الذين يبالغون في هذه الحيال فسد الدرائع عنصر مهم بالنسبة للشاطبي في إعادة الاعتبار الفقه المالكي الأمر الثالث فضيلة الثالث أخذه في البداية محل شك ونقاش وهي مسألة مراعاة الخلاف مراعاة الخلاف لدرجة أنه كاتب فيها أحد علماء المالكي الذي ممكن أن نعتبره من شيخه وهو أبو العباس القباب كان الإمام الشاطبي انتابه شك حول هذه القباب الفاسي طبعا نعم هل هذا الدليل أخذه بمراعاة الخلاف إذا نظرنا إليه من الناحية المنطقية فلن ينبغي للفقه أن يتخلى عن أصول مذهبه ليأخذ به لازم دليل المخالف مثلا لكن الشاطبي لما سأل أبو العباس القباب استطاع أن يقنعه بجدوى هذه القاعدة لينميها هو بعد ذلك ويدمجها ضمن الروح المقاصد التي تسري فيه كيان الشارعة كله وأعطاه القباب مثلا بهذا أن يعدل مثلا الإمام عن مقتضى دليل مذهبه ليأخذ بلازم المذهب المخالف في مسألة من مسأل قال له كمن سألك طريقا يريد مكانا فقط عن نصف الطريق يعني آراه بعضهم أن هذه الطريق هي المؤدية إلى مكان فلاني ثم وجد إنسان وسط الطريق فقال له أين تتقى المكان فلاني قد قد طلت عليك الطريق عليك أن تأخذ بهذه الطريق هي الميخصرة فقال له القباب انظر إلى فطنة الفقهة والدكاية الفقهة هل الآن لكي تصحح المصار هل ستعود إلى بلدك ستزيد مسافة إذن ما العمل نصف المسافة التي اقطعتها وأسلم وأخذها فهذا تشبيه بالأخذ بلازم المذهب فمنذ ذلك الحين اقتنع الشاطبي بهذه القاعدة ولما أمعنا النظر فيها وجدها أنها هي المناسبة لمقاصد الشريعة التي ينادي بتطبيقها والاحتكام إليها لتجاوز الخلاف الفرعي أحيانا بين المداري وفيها نوع من التسامح نعم لماذا؟ لأنك عندما تعديل عن مقتضى دليلك وخصوصا لأنهم قيدوا هذه القاعدة إذا حصل الوقوع إذا حصل الوقوع ليس قبل الوقوع فحينما نعديل عن مقتضى دليلنا بعد الوقوع ما الذي سنحتكم إليه بعد ذلك؟ إلى خصائص الشريعة الإسلامية أخذوا بالتيسير كما ذكرتم مبدأ التيسير في الشريعة وخاصية التيسير في الشريعة الإسلامية تأبى أن نوقع المكلفة في علاة من أمره وكان يعطونا الأمثلة بمن تزوج بغير ولي نحن نعلم المذهب المالكي بالمدايب الثلاثة تقول ببطلان العقد الذي ليس فيه ولي ولكن ما العمل إذا تزوج الإنسان بدون ولي ثم وقع الدخول بالزوجة أو ربما وقع الحمل هل نبطل هذا العقد؟ لما ينشأ عنه من أمور ومشاكل وهذه تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي منها التيسير ورفع الحرج على المكلف وخصوصا أن هذا القول الزواج بدون ولي له اعتبار باعتبار الرأي صادرا عن كبار علماء المذهب ومنهم الإمام أبو حنيفة صلى الله عليه وسلم مذهب الحنفي فرأى أن العدول عن مقتضى دليل الإمام إذا كان سيوقع فيما يخالف ويناقض مقاصد الشريعة الإسلامية هنا تجاوز خلافة الفقهية الفرعية فهذا هو المناسب وهو مناسب للشريعة ومناسب لما ذهب إليه الإمام مالك الذي كان يرى مراعاة الخلاف إذا عبقرية كبيرة فضيلة أستاذ نعم استطع أن ينسج من هذه الأمور لأنه يذهب البعض إلى أنه خالف المذب لم يتبت عن الإمام الشاطبي أنه خالف الإمام مالك في شيء مما قال به الإمام مالك إذا خالف فقد خالف المتأخرين في المداب في بعض الفرع في بعض المسائل وقد خصص كتابا له الاعتصام لمحاربة البدع في زمانه حتى عند المتصوف المغالين في التصوف الذين حادوا عن نهج التصوف السني انتقدهم كثيرا وأعاد الاعتبار لأصول الشريعة الإسلامية وخصوصا أنه ربطها بهذا اليقين في الدليل وقطعية الدليل إذن الرجل أخذ مشعال التجديد والإصلاح كما ذكرتم ذكرتم الاعتصام أن هناك آثار علمية أخرى من غير هذا الكتاب إلى جانب وقليل التأليف قليل التأليف ولكن كتبه له لها آثار طيبة إن لم تكن في زمانه الذي لم يظهر فيه آثارها فقد كان في بداية القرن الرابع عشر أو نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر أو الثالث عشر الهجري يعني قالوا لما أقبر الشاطبي أقبرت معه موافقاته في المقاصد وأقبر معه منهجه الجديد الإصلاحي يعني أنها صعبة الفهم لم ينزل ناس زمانه علماء زمانه ما ناد به الشاطبي لو أمعانوا فيها لوجدوا فيها خيرا كثيرا خيرا كثيرا إذن هذا هو منهج الإمام الشاطبي في تجديده وفي إصلاحه من ناحية العلمية ومن ناحية الطربوية يبقى أطار هذا المنهج قلت قطف طمار هذا المنهج من جاء في الفضل المعصر بعد عصر النهضة وأول من أحيى طورات الشاطبي هي مدرسة المنار في مقدمة الإمام محمد عبدو ثم عبدالله دراز الذي حقق طبعا الأولى للموافقات ومحمد رشيد ريدا الذي قدم لكتاب الاعتصام وهذا الكتابان هما الأساسان هناك كتب أخرى يعني انسابت إليها الروح المقاصدي وهو كتاب شرح الفية ابن مالك شرح الفية ابن مالك في النحو نعم في النحو طبعا الآن في عشر مجلدات الكتاب في أربعة أسفار كبار وحقق مؤخرا بجامعة أم القرى من الملكة العربية السعودية وهو كتاب كتاب النحو في زرع المقاصد عنه بالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية في الإمام مالك ونحن لا ننسى أن هناك تلميذان من تلاميذته الكبار وهما أبو يحيي بن عاصم ابن عاصم الشهيد الذي يوصفه بالشهيد لأنه مات في المعركة صاحب التحفة لا ثم القاضي أبو بكر وهو صاحب التحفة القاضي أبو بكر بن عاصم الذي نظم الموافقات نظم الموافقات وعلف كتاب منظومة مرتقة الوصول كذلك وهي في أصول الفقه تأثر فيها كثيرا بالإمام الشاطبي هادان الكتابان أيضا إلى جانب الموافقات وحيت هذه الكتب مع عصر النهضة واشتغلت بها المعاهد والجامعات الإسلامية في تدريس أصول الفقه وكذلك النحو الآن ربما يشق طريقه لأنه يعتمده الآخر إنه طبع مؤخرا وفكر الرجل من وقف على نفس شاطبي سواء على مستوى الأصول والتجديد وعلى مستوى فهم وتدوق اللغة العربية ونحوية وصرفها وللأسف ضاع أو أتلف كتابان في حياته يرتبطان بعلم النحو ويقع بعلم الصرف يتحدث عنهما العلماء في ترجمته إذن الرجل موسوعة فضيلة الأستاذ في كل الفنون نعم الرجل هو ذكر في موافقات وفي الاعتصام أنه سبي بحار العلو بكلها سباحة ماهر فضيلة الأستاذ في نهاية هذه الحلقة بعض القيم الحية من حياته نختم بها إن شاء الله القيم الحية هي أن العالم الذي يحمله ليس على العلم والمعرفة ينبغي أن يكون منتصرا للدليل ولا شيء غير الدليل وزمن الوقت سوى أنجان على لسان من أقلد على مستوى الفكر ثم أن يسكن الإنسان بهموم أمته من قرأ فكر الشاطبي فهو لا يفكر لنفسه إنما يفكر لأمته يريد أن يحيى أمجاد الأمة وما عاشته الأندلس تذكره بما عاشته بغداد قبلها لما هجم عليها التطار والمغول فهو أخاف أن يأول أمر الإسلام في هذه الربوع في الغرب الإسلام التي لازلت محافظة على إسلامه في انخلال مجموعة من عواصمه أراد أن يحيى العلم الشرعي كما فعل الإمام غزالي في زمانه لما ألف كتاب إحياء علوم الدين فيريد الرجل أن يعيد إحياء علوم الدين من خلال المنفذ المقاصد ومنفذ الكليات في فهم الدين وهو مستوى كبير متى توفي الرجل وفضيلة الأستاذ؟ توفي باتفاق العلماء سنة 790 للإجراء آخر القرد الثامن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرضى عنه ويبارك فيكم أنتم أستاذ الفاضل أذكر أنكم سيد عبد الله قرزام مستاذ التعليم العالي بكلة الشريعة بمدينتي أيت ملول شكر الله لكم هذا الحضور الطيب وهذا الإفاظة المباركة في هذا الإمام المبارك نفع الله بعلمكم جزاكم الله خيرا سيد طيب وأنتم أيضا مشاهدي الكرام شكرا جزيلا على حسن متابعتكم والشكر موصول للسادة الفنيين والتقنيين الصاهرين معنا في إعداد هذه الحلقة المباركة إن شاء الله إلى أن نلتقي على علم آخر من أعلام المالك يا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة